السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مع سلسلة السابقون حيال النهاردة لقاء رقم عشرة يعني المفروض النهاردة يبع عشر رمضان وربنا بري فيكو تلتة شهر عدة وإحنا بنتكلم عن علوه والهمة فعايزين نعرف عملنا إيه في العشرة اللي فاته وختمنا القرآن كم مرة ذكرنا ربنا كم مرة استغفرنا كم مرة صلنا كم رقع قيام ليل يطير صلنا التروح في المسجد ولا صلناها في البيت ولا ما صلناها خالص أخبرنا إيه مع الصيام صمنا صيام حقيقي ولا صمنا بس عن الأكل والشرب وخلاص والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رب صائم نحظه من صيامه الجوع والعطش فإحنا عادينا صيام حقيقي العين تصوم عن النظر إلى الحرام والأذن تصوم عن سماع الحرام والإيدين تصوم عن الحرام والرجل تمشي تصوم عن المشي إلى الحرام والقلب يصوم عن كل شيء إلا عن محبة الرحمن جل جلاله عايزين صيام حقيقي بجد بالقلب والجوارح واللسان ربنا يجمعنا وإياكم إن شاء الله على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ندخل من باب الريان الذي أعده الله عز وجل للصائمين كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه البخاري تعالوا نارضة نكمل مع سلسلة السابقون هيا احنا كلمنا في المرة اللي فاتت لو حضرتكم فاكرين عن علوه وهمة الشباب وإحنا قلنا عشان نبقى محوطينك من كل ناحية عشان تعرف أن أنت محاصر يعني هنتكلم عن علوه وهمة الشباب تقول لي لا أنا مش شباب أنا كبير هنتكلم عن علوه وهمة الشيوخ تقول لي لا ده أنا لسه صغير يعني لسه صابي عن كلم عن علوه وهمة الصبيان هتقول لي لا ده أنا معايش أنا أمرأ أنا مش هنتكلم برضه عن علوه وهمة النساء فأنت محاصر من كل مكان فسلم نفسك سلم نفسك بس مش لنا لله سبحانه وتعالى ولسان وحالك كل إن صلاتي ونصك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ولسان وحالك وعجلت إليك رب لطرده لو حضرتكم فاكرين حالة اللي فاتت احنا وقفنا عند مصعب ابن عمير رضي الله عنه وعلى صحابة الجمعين وعند دعوته الجميلة الرقيقة ودائما يقول يا جماعة الداعية لازم يكون إنسان رحيم عامل زي الطبيب اللي بيعالج المريد ما بيستعملش أول ما بيستعمل المشرط وإنما بيستعمل في الأول الحباية والكابسولة والمرهم والأطرة ومع البسمة الحانية وسبحان الله يعني الدكتور يا جماعة يعني بسمته والله العظيم بتؤثر جدا جدا في المريد لها أثر عظيم أنا لما كان لواحد مثلا يحصل له تعب ويروح للدكتور والله أول ما أخش بس واشوف الواجه بس كده لو لوش ما شاء الله مبتسم بحس إن خفيت خلاص مش محتاج أي حاجة ولو لوش بقى على العكس بقى ضرب 1111 ومكشر وقفل الدنيا أنا بحس إن أنا عيد أكتر يعني وده بيفكرني بقى الدكتور يعني على سبيل كده على الهام مش السيرة زي بقوله يعني الدكتور بقى كان يعني كان متفائل زيادة عن اللزوم فما كانش يحب حد يقول له أنا مريد أو جايب لك واحد مريد فجال واحد في يوم الأيام كان معاه ابن عم مريد ندخل السلام عليكم دكتور عليكم السلام قال له معاي ابن عم مريد قال له لو سمحت ما حب بس أسمع كلمة مريد قول لي أظن أنه مريد قال له خلاص معايا ابن عم أظن أنه مريد فأدخل ابن عم فالدكتور كشف عليه وكده قال له أنت بقى اللي أظن أنك مريد قال له أيها ودكتور طب فكشف عليه والمم بخلص الموضوع ورح مدينه علاج خلص عليه ثاني يوم رجل طبعا خلص خلاص يعني فتاني يوم ابن عمه بقى جاي للدكتور فتاة دخل عليه السلام عليكم يا دكتور قاله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ترى أخبار ابن عمك إيه اللي أظنه أنه مريض قاله الحمد لله أظنه أنه مات أخبا لك يعرف إيه فيعني المقصود مواردة كله أن الدعية ده عمل زي الطبيب زي الدكتور يعالج بالأسلوب الحاني وبعدين ده عايز أدي نصيحة لإخواننا الدكاترة أقسم بالله أنا كنت أتمنى يكون دكتور يعني أن الواحد يستثمر المهنة اللي هو فيها أو الخير اللي هو فيه ده في أنه يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى أنت دكتور وبتعمل كشفات يومين 30 كشف 40 كشف بينك وبين ربنا وما تعلقش يفطى يعني أن يعمل كشفين ثلاثة لله جاي لك واحد حسيت كده من سمت الوجه كده أنه إنسان فقير لا يمتلك أي شيء في ساعتها على طول بينك وبينه كده رجل دفع الكشف بره للتمرج مثلا أو للأخ الأعب بره فدفع كم مثلا 50 جنيه لما يخش حضر 50 جنيه خليها معك كده وأول ما تلاقي واحد كده سمته كده شكله غلبان وفقير ويا دوب يعني 50 جنيه دي هي اللي حرته يعني فأنت حضرتك ربنا بير فيك قدر 50 جنيه قوله حاج ربنا بير فيك الرشيد تواصلت الحمد لله وكمان بيجيلك طبعا عينات علاج مجاني ادي له كمان علاج مجاني من عندك ورب ناكله بس استثمر ده كله في دعويته لله لأخبار حضرتك أنا عايزة أطمن عليك بتصلي في مسجد ايه والله بصلي في مسجد فينا طب ان شاء الله قابلك بكرة في صلاة الظهر عشان أطمئن عليك هو ممكن يكون راجل ما بيصليش أصلا وممكن يقولك ويعترف يقولك والله أنا ما بصليش قوله طب معقولة يا خبرة بأمال احنا نطلب الشفاء ازاي ربنا بير فيك وأنا اللي بشفي ده ربنا اللي بيشفي وإذا مريضته فهو يشفيه أنا يعني بالنسبة لك ما أنا إلا سبب فربنا يكرمك إن شاء الله نصلي عشان ندعو وربنا يكرمنا ويدخلنا الجنة وربنا يجمعنا وقياك في الجنة وتبتدت تطمئن عليك أنت كده كسبت إنسان مسلم كان شارد وبعيد تماما عن يعني أهل الطاعة وكتسبته بكشف يعني غرمت ولا حاجة ولا حاجة سواء انك انت فقط حطيت السماعة على جسمه وقرفت إيه اللي عنده بفضل ربنا سبحانه وتعالى وكتبت له على ورقة العلاج بتاعهم شاهد في الموضوع نرجى بقى الموضوعنا فإحنا بنقول يعني عايزين إدعاء يكون عندهم رقة وعندهم رحمة بالناس وزي ما قلتلك إحنا اللي محتاجين للناس مش هما اللي محتاجين لنا لأ معلش لا ده الناس محتاجين لنا لا والله العظم إحنا اللي محتاجين لهم طب إزاي؟ هقولك أنا الهداية ابتداءا بيدي من؟ بيدي اللي سبحانه وتعالى فأنت لو بتدعو ناس أو بتدعو إنسان فلو ربنا نقدر له في اللحظة دية الهداية فنا اللي محتاج أنه يكون في بيزان حسناتي وهو كده كده ربنا نقدر له الهداية هي هتدي على إيدي أو على إيد غيري فمن اللي محتاج يكون في بيزان حسناته؟ أنا يبقى أنا اللي محتاج له خذت بالك وسبحان الله والله العظيم الداعية لما بيكون رحيم ويكون عنده رقة في القلب ويكون عنده إحساس بالناس وألام الناس بيكون قريب جدا من الناس ويكون دعوة بفضل الله إن لم تكن مؤثرة فعلى الأقل لا تفسد أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى وأمثلة كثيرة جدا جدا في حياتنا الدعوية يعني سبحان الله لما نجي بقى نتكلم عن علوه الهم في الدعوة نتكلم فيها تعالوا نشوف أمثلة تانية من الشباب الشباب اللي هم يعني يعني سبحان الله هم اللي اعتمد عليهم النبع السلام في بداية تأسيس الدولة الإسلامية اعتمد عليهم في الهجرة واعتمد عليهم في تأسيس الدولة واعتمد عليهم في الغزوات والصرايا والحروب صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا شك مثال تاني من الشباب اللي كان عنده هم عالية جدا زايد بن ثابت زايد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه لما أسلم كان عنده كم سنة جماعة كان عنده 13 سنة فرح لنبيع السلام وكان نفسه طبعا يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى فالنبي طبعا رده لأنه كان لسه سنه ما بلغش الـ 15 سنة ونبيع السلام كان يرده من كان أقل من 15 سنة فرده فزايد بن ثابت ما قالش بقى بارك يا جامعة والحمد لله ودين يعني ايه عملت لعليه وخلصت أبدا راح يبكي لأمه فأمه قالت له خلاص نشوف ايه الموهبة اللي ممكن تعملها أو الخدمة اللي تقدر تقدمها لهذا الدين من غير ما يكون بتحارب فراحت بيه لنبيع السلام قالت له يا رسول الله عنه عنده قدرة عالية جدا جدا على الحفظ وماشاء الله والفهم فنبيع السلام لما حس فيه من حتة النجابة الجميلة دي فطلب منه قال له يا زيد إني لأخشى على هذا الكتاب من اليهود فأريده منك أن تتعلم لغة اليهود لغة العبرية تخيلوا يا شباب اتعلم اللغة العبرية في قدية يعني لك أن تخيل حضرتك كده أنا أقول لحضرتك اتعلم لي أي لغة عبرية لغة انجليزية فرنسوية ألماني أي لغة هتعلمها في قدية عشان تتقن اللغة دي على الأقل يعني يوم ما رؤون ما تعلمتش خالص سنتين ثلاثة أربعة فهمت زي لا ده في تلتاشر يوم وفي رواية في تمنتاشر يوم أتقن مش تعلم أتقن اللغة العبرية كان هو اللي بيستقبل الرسائل بيجي لنبع السلام من اليهود وهو اللي بيرسل الرسائل من النبع السلام لليهود يا خبار ربي في تلتاشر يوم أو تمنتاشر يوم زيد بن ثابت يتقن اللغة العبرانية أي نعم وبعض الوقت أنه أتقن لغتين في الوقت دو اللغة العبرية واللغة السريانية ده مين؟ زيد بن ثابت زيد بن ثابت ده اللي كان بيكتب الوحي بس يرضو على همش السيرة كده يعني موضوع اللغات بفكرني برضو واحد حبيبنا وسمحون يعني بس من باب نحنا نرطب الجلسة ديت عشان نحس نحن عاديم مع بعض مش مجرد برنامج بيلقى على أسمعكم أنا عايز أحس نحن عاديم مع بعض متعايشين مع بعض نحس إن إحنا إخوة وأصدقاء وحبايب وبالبلد كده إن إحنا أسر واحدة كان فيه واحد رجل طيب جدا ودي طرفة يعني على سبيل واحد رجل بسيط جدا جدا لعيني ورجل يعني أمي ولا يعرف الكتابة ولا القراءة فقال ليه قريبه كان بسافر في فرنسا وقعد شغالي لك بقى له عشر سنين فرح بعيت له قال له بالله عليك تبعط لي تأشيرة عشان أروح أسافر في فرنسا ونفسي أشوف فرنسا وخصوصا بورج إيفلي اللي موجود في نيويورك ده حاجة يعني تحفى فهم زي بورج إيفلي في نيويورك المم يعني فعديها المم يعني فيه فعايز روح فرنسا يشتغل هناك يعني فقال له طيب فقت صرف له في تأشيرة وبعت له هناك فرنسا قعد مع ابن عمو ده كم يوم وبعدين قال له طبعا دلوقتي هنزل أشتغل أنا لا بعف الكلم فرنساوي ولا أي حاجة طب اشتغلت وعايز روح أياكل هدخل مطعم أقول لهم إيه أنا وعفش قال له بسيطة خالص ده هي اللغة الفرنساوي هي اللغة المصري بالملي بس زود في آخر كل كلمة حرف الواو قال له طبعا قال له طب خلاص يعني أي كلمة بقولها بالمصري بس زود حرف قال له حرف الواو بس كده بقى فرنساوي قال له خلاص ماشي راح اشتغل تاني يوم وبعدين جاع فدخل مطعم لأتله البنت اللي شغال في المطعم ومعاها بتاع الكتاروجب اللي فيه الميني زي ما بقوله يعني اللي فيه القيمة بتاعة الأكل فبتور هنالطوع مش عارف فرنساوي قال لا شوف يا بنت الحلال سيبك من الحياة دي كلام أنا كل اللي عايز ببنت الحلال طبق فلوه وطعم يطوه وطرشوه ومخللوه وعيشوه قلت له برضوه قال لا لا سخنوه كده يا فهم ازاي صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم اشياءته موضوع ان زيد بن ثابت رضي الله عنه ورضاه تعلم اللغة العبرية في 13 او 18 يوم فوق ده كله كان هو اللي بيكتب الوحي كان من ضمن كتب الوحي كان الكتب الوحي كان كتير جدا كان من ضمن كتب الوحي البارزين جدا كان زيد بن ثابت كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم فوق ده كله كمان كان زيد بن ثابت هو الذي تولى جمع الكرآن في عهد أبي بكر وفي عهد عثمار بن عفان رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين زاد بن ثابت أبو بكر الصديق لما تأتل عدد كبير جدا جدا طبعا من المسلمين في معركة اليمامة فخاف الناس على القرآن أن يذهب لأن عدد الذي تأتله كان حوالي سبعين من القراء فخاف الناس على ذهاب القرآن فسيدنا عمر بن خطاب كلم أبو بكر الصديق يعني لماذا لا نجمع القرآن في مصحف واحد فأبو بكر من شدة اتباعه وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أمر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنا مقدرش أعمل حاجة إلا يكون حاجة عملها النبي صلى الله عليه وسلم شوف أدي حبه للاتباع مش أي رغم أنه بعمل خير ما بعملش حال غلط فما زال عمر يكلم أبا بكنا حتى شرح الله صدره لذلك المهم راح جايب زيد بن ثابت قال يا زيد أنت رجل لا نتهمك في دينك رجل أمين ورجل فاضل من خيرة الناس وصيرتك ما شاء الله فأريد منك أن تجمع الكرآن في مصحف واحد وجمع معاه 3-4 من كريش قال له فإن اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة كريش فإنما الكرآن نزل بلغة أهل كريش وبالفعل سيدنا زيد بن ثابت جمع الناس وبدأوا يكتبوا الكرآن بفضل الله صلى الله عليه وسلم وبدأ أجمع الكرآن يقول زيد بن ثابت معلقا على هذه الأمانة والمهمة العظيمة شوف يا أخي سبحان الله شوف الهمة واصلت لدرة إيه أن أي مسلم على وجه الأرض منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يوم القيامة كل من قرأ حرفا من كتاب الله فهو في ميزان حسنات طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم طبعا أبو بكر وعثمان اللي جمع الكرآن وزيد بن ثابت زيد بن ثابت كل ما تقرأ حرف يكون في ميزان حسناته لو قرأت مثلا يعني حضرتك في المصحف بتاع الملك فهد الله أرحمه المصحف بتاع المدينة الصفحة فيها حوالي 15 سطر الصفحة فيها حوالي 40 حرف يعني الصفحة فيها 600 حرف في 10 حسنات كما نص ذلك حديث الأدراط الميدي في سنة صعيح من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له فيها حسن والحسنة طبعا 10 أمثارية لأقوله ألف لام ميم حرف ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف يعني 6000 حسنة في صفحة واحدة قال حضرتك الورد بتاعك في اليوم 10 إجزاء 5 إجزاء 3 إجزاء تخيل يكتب في ميزان حسناتك ويكتب في نفس الوقت في ميزان حسنات زيد بن ثابت إلى يوم القيامة هو نفسه بيكلم عن الممى دي بيقول والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال لكان أيصر علي أو أهوان علي من جمع الكرآن كانت مهمة عظيمة جدا جدا دي أمانة أمانة عظيمة جدا بيجمع كتاب الله عز جل فجمعه من الصدور ومن اللي خاف ومن الرقاع ومن العظام لحد دم سبحان الملك حد ما في الآخ خالص فوجد آية وكان لما يجمع آية كان لابد أن يكون اتنين من الرجال يكون عندهم الآية دي فوجد آخر آية حب أن يدور عليها وكده فوجدها عند خزيمة ابن ثابت خزيمة ابن ثابت خزيمة ابن ثابت الذي جعل الله عز وجل شهادته بشهادة رجلين وكان لها موقف جميل جدا جدا أن النبع السلام كان في يوم الآيام اشترى جمل من واحد من الأعراب فالمم قال له اشتريته منك هذا الجمل قال له خلاص اتفقنا وحدده التمن وكل حاجة ونبع السلام ساب الجمل مع صاحبه يعني مجرد بس اتفق مع تبيع الجمل ده أبيعه بكام مثلا بألف دينار مثلا يعني طيب الألف دينار الأول موصل هسلمها لك وتسلمني الجمل اتفقنا اتفقنا وانصرفوا على هذا والبيعان بالخيار ما لم يتفرقها كما ثبت في الزحيحين المم الأعرابي قدر ربنا سبحانه وتعالى أنه هو ماشي رح واحد مقابله وما يعرفش أصلا أني نبي اشترى الجمل ده فبيل له أتبيعه هذا الجمل قال أبيعه بكم مثلا قال له بألف وخمسمائة قال له خلاص هو نصيبك انت ورح أرجع للنبع السلام قال له أنا رجعت في البيع قال له ازاي أعرابي أنا اشتريته منك قال او او انا وانا ما بعت ازاي ده أنا اشتريته قال له ما بعت فخزيمة بن الثابت معدي فسمع النبع السلام بيتكلم مع الأعرابي ده فبيل له يعني ايه في ايه يا رسول الله قال له اشتريته منه هذا الجمل فعمل كذا وحكى له الكصة فقال أشهد يا رسول الله على هذا أن تشهد عليه قال أشهده بصدقك يا رسول الله طب انت ما شفتش مش مهم أنا مصدقك يا رسول الله هو ده اللي حصل فمزاي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين وديكت الآية التي جمعها زيد بن ثابت من خزيمة ابن ثابت رضي الله عن الصحابة أجمعين فزيد بن ثابت جمع الكرآن في عهد أبي بكر وبعد كده خذوا الصحف دي وحطوها عند عمر الخطاب بعد موت أبي بكر ثم بعد ذلك بعد موت عمر وضعها عند ابنته حافصة وفضلت عند حافصة حاااااااااااااد سيدنا عثمان كما جاء في الحديث للغاول بخاري لما حدست بقى الفتوحات من مغازف أرمينيا و أزرابيجان إلى غير ذلك حدست مقتلع عظيمة جدا وبعدين كانت في مشكلة تانية ان اختلت بقى جيوش المسلمين اللي جاي من العراق واللي جاي من الشام واللي جاي من جزيرة فطبعا قراءة اهل الشام تختلف عن قراءة اهل العراق فدول بيقراءوا بقراءة ودول بيقراءوا بقراءة فطبعا حصل ان في بعض الصحابة ما كانوش يعرفوا ان القرآن نزل على سبعة احرف وان كلها صحيحة اخي بلك يعني كل القراءات دي صحيحة فهم فكروا ان دول بيخلطوا في القرآن ودول فكروا انهم بيغلطوا في القرآن حتى كاد ان يكفر بعضهم بعضا فدخل حذيفة بن يمان وهو اعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بامور الفتن الى قيام الساعة رضي الله عنه ودخل على عثمان بن عثمان وقال يا امير المؤمنين ادرك المسلمين او ادرك الناس حتى لا يختلفوا على كتاب الله كاختلاف اليهود والنصارى الا حصل كذا وكذا فسيدنا عثمان بن عثمان استأذن حفصة رضي الله عنه ارضها في انها تأتي اليه بالصحف فجابت له الصحف فامر زايد ابن ثابت مرة تانية ان يجمع المصحف على نسخة واحدة على نسخة واحدة وان تحرك كل النسخ المخالفة لهذه النسخة حتى يتوحد هذا المصحف بين الاقطار وفي كل الامصار نفضل الله سبحانه وتعالى من اللي قام بدا كله زايد ابن ثابت بالله عليك تقدر تقوم بمهمة زي دي فكر كده وزي ابضتلك اوقع تحتكر نفسك خلي عندك همрупة علوة اوقع تعقول هو أنا من عشان اعمل حاجه زى كده اخي سبحان الله اولا انا مش عايزه اقول وتكون علي ثقة في نفسك لأ خلي عندك ثقة بالله سبحانه وتعالى خلي Energia ثقة في الله سبحانه وتعالى انا واثق ان ربنا سبحانه وتعالى هيكرمني وان رب نبي أتقي نفس اخدم دينك يا رب نفس اقدم اي خدمة نفس اعمل اي خير ف يا رب اكرمني يا رب وهكذا خل عندك النية الجميلة دي بفضل الله ربنا هيكرمك دنيا وآخرة أخلص النية لله إن تصدق الله يصدق ده بيفكرني بموضوع حتي الصدق دي حديث روالنا سائب سندا صحيح أن رجلا من الصحابة ولم يسمى اسمه في هذه رواية أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد معه في غزوة خيبر فالمهم بعد غزوة خيبر طبعا كان فيه غنائم غير عادية كانت أكتر غزوة فيها غنائم كانت خيبر فالمهم بعد الغزوة وشرطة النبي صلى الله عليه وسلم وزع الغنائم على الصحابة وكان هذا الرجل الأعرابي الصحابي الجليل كان زي ما تقول فيه صفر قريب يعني إيه فما كانش موجود ساعة تأسيم الغنائم المهم يقال ده ربنا صلى الله عليه وسلم أول ما رجع الصحابة بقى شيرينه الغنائم بتاعته فأول ما وصل أقول له هذا حظك من غنائم قيبر بص الغنائم لقى مجموعة إبل على مثلا الخيول على سيوف على رماح فهم زي حاجات كتير على فلوس فعمل إيه رح واخد كل الحاجات دي شوف صدق كم ممكن يروح للنبع الصلاة وقول له طيب وليد تعبد يا رسول الله يعني مكنش لها لازمة والله يعني احنا طالقين في سبيل الله والموضوع يعني في بيته وكده وخف بالك فالنبع الصلاة يقول له يعني ده أحظك طيب خلاص قد الله من شفاء على الجزاكم الله خيرا لكن ما عملش كده رح واخد كل الحاجات دي ورح طالع على النبع الصلاة قال يا رسول الله والله ما على هذا اتبعتك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فعلى ما اتبعتني قال والله ما اتبعتك إلا على أن أرمها هنا وأشار إلى حلقي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ووضح له بقى المسألة ليه ولينا كمان يعني قال إن تصدق الله يصدق وبالفعل جيه في الغزوة اللي بعدها دخل هذا الصحابي الجليل وجاهد فيه سبيل الله فقتل في نفس الموطن الذي أشار إليه تخيل حضرتك كده الواحد جالك النهاردة وبيقول لك أتمنى أن أنا أدخل حرب إسلامية وإن شاء الله هنضرب برصصة في الحتة دي وتيجي تكتشف أنه انضرب في نفس الحتة أليس هذا من أدلة صدق هذا الإنسان؟ صح الله فالمهم فدخل فعلى الغزوة وضرب في نفس الموطن فدخلوا به على النبي صلى الله عليه وسلم فأول ما شافوا قاله قال للصحابي أهو هو؟ يعني هو دا لألمت تبعتك إلا على أن أرمها هنا قال هو يا رسول الله قال صدق الله فصدقه الله ثم دفنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إن عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد يا الله شفت أدي المناقب الجميلة وشفت الهمة العالية وشفت الناس الأفاضل اللي كانوا مخرجين الدنيا من قلبهم لا تساوى عندهم جناحة بعوضة المسألة بالنسبة لهم تحصل حاصل هي أيام وبنعديها وده مكان بنختبر فيه وإن شاء الله ننتقل إلى النعيم الأكبر الدائم في جنات النعيم التي قال عنها جل وعلا فيها ما لا عين مرأة ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر تعالوا نشوف مثال تاني جميل جدا جدا من علوه وهمة الشباب نعم يم برضو بنحفز الشباب عشان بقول يا شباب خليكم شباب شباب محمد صلى الله عليه وسلم عشان الناس كلها والدنيا كلها تعرف أن محمدا ما خلف نساء إنما خلف رجالا أطهارا بفضل الله سبحانه وتعالى شاهد في الموضوع كان مين بقى اللي عايزين نذكره بعد قصة زايد بن ثابت أسامة بن زايد أسامة بن زايد كانوا يسمونه الحب ابن الحب أحب من أحب الناس إلى قلب النبع السلام وأبوه من أحب الناس إلى قلب النبع السلام أبو مين أبو زايد بن حارثة مين زايد بن حارثة زايد بن حارثة اللي كان في يوم الأيام خارج مع أمه في زيارة لبعض أقاربه يعني زيارة صلة رحم يعني وهم خارجين غارت عليهم قبيلة فرحوا واخدين زايد بن حارثة ورحوا بيعينه في سوق عقاذ مين اللي اشترى حكيم بن حزام حكيم بن حزام ده مين تبقى عمته خديجة بنت خويلة خديجة بنت خويلت وراح لخديجة بنت خويلة وراح قال لها عمتي ده هدية لك عبد يفضل عندك فراح مديلها زايد بن حارثة في التوقيت دا كان د limbع السلام رايح يجوز خديجة بنت خويلت فلما وقعت عينا على زايد بن حارثة أحبه جدا فلما رأت خديجة حب النبي لزايد بن حارثة قالت هو لك هدية يا محمد صلى الله عليه وسلم كان لسا نبع السلام إيه لسا لم يُنبعث صلى الله عليه وسلم نجوز سيدة خديجة قبل البعثة فالمهم فأخذه وتبنى تبنىه نبي صلى الله عليه وسلم حتى سماه زيد ابن محمد ده كلام ده طبعا قبل ما تنزل الرسالة عن نبي صلى الله عليه وسلم وقبل ما يحرم التبني في الإسلام فقال خرج إلى الحجر عند الكعبة وقال أشهدكم جميعا أن زيد ابني يرثني وأرثه ومن هنا اسمه زيد ابن محمد حتى نزل قول الله عز وجل ادعوهم لآبائهم وأقصت عند الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله إلى آخر الآيات فنزل تحريم التبني فبعد ذلك أطلق عليه زيد ابن حارث كان هو الحب كان أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالت أمونا عائشة هكذا أن أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم وزيد ابن حارثة ولو كان حيا لا استخلفه النبي بعد خاتل يعني زيد ابن حارثة مات قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تعرفين طبعا قصة وفاة زيد أو استشهاد زيد ابن حارثة في سريط مؤتن وكمين اللي شايفه ابنه وسامة ابن زايد تشوف سبحان الله تخيل لما الاب وابنه طلعين في سرية واحدة وزايد ابن حريثة النبع السلام كان موارد عند البخاري أمر على سرية مؤتة ثلاثة بعيني ده كانش عادة النبع السلام النبع السلام كان لا يؤمر على السرية إلا واحد بس بس عشان دي كانت سرية مهمة جدا حتى يسميها أهل السيرو المغازي يسموها غزوة مؤتة والغزوة لابد أن يتوفر فيها شرط أو يعني الغزوة بيكون فيها النبع السلام بنفسه أما ما خرج فيها الصحابة بتسمى سرية فكانوا يسمونها غزوة مؤتة لأهمية هذه السرية سرية سبحان الله فيها ثلاث تلاف موحد وعدد الكفار دي متين ألف يعني فعلي زيك نوع السلام أمر ثلاثة ليه لأن سقوط الراية تضرع في الروح المعنوية جدا عند الجيش فممكن يكون سبب الهزيمة فقال على القوم زايد ابن حريثة ده رقم واحد عنده على القوم زايد ابن حريثة فإن قتل أو إن وصيب يعني فعلى القوم مين فعلى القوم جعفر بن أبي طالب فإن أصيب فهي عبد الله ابن رواحة فإن أصيب فتخيره ما شئته بالفعل زايد ابن حريثة في بداية هذه السرية أول ما دخل يقول الراوي شاط في رماح القوم اللفظ طبعا واضح جدا مش محتاجة تفاصل شاط في رماح القوم يعني اتقطع حتت يعني مثلا خمسين ستين رمح دخلوا جسمه ما خلوش حتة في جسمه من اللي شاف المنظر ده قسامة بن زايد ويا سبحان الله يعني مشهد مؤثر جدا بقى في عودة قسامة بن زايد وهو راجع من سرية مؤتة وداخل على النبع على السلام ووشه يعني سبحان الله وقلبه منكسر كده ووشه في الأرض وأول ما شافه النبع على السلام رحبك يعني مشهد مشهد اللي تأثر في نفس الإنسان جدا أول ما نبع على السلام على قوم شافه رحبك لان طبعا زايد بن حاسها كان لي مكان عالية جدا عند النبي بشكل لا تتخيله وابنه ده يعني حبيبه من رحته واخد بالك فأول ما شافه فبكى فذهب أسامة بن زايد فنبع على السلام قال غبت عنا ثم جئت لتبكينا يعني يعني عايز يقوله يعني ده أنا ده أنا ما صدقت تشوف فك يعني بقى جاي عشان يعني فهم زايد يعني النبع على السلام متأثر بي جدا والموت زايد بن حارثة فرح أسامة بن زايد ورجع تاني يوم فأول ما شافه وأول ما عنه نظر لأنه وقعت في عين نبع على السلام رح بكى مرة تانية قال تغيبوا من عنا مرة أخرى ثم تبكينا يا أسامة ورح وغضوا بالحضن برضو صلى الله عليه وسلام فكان يسمى الحب ابن الحب وكان من أسعة أيام النبع على السلام يوم طبعا زايد بن حارثة من مين؟ من أم أيمن لأنه طبعا زايد بن حارثة الأول يجوز مين؟ لو تفتكروا الأول يجوزه من زينب بانتجحش فاكرين القصة ده؟ القصة رواها البخاري لما النبع على السلام حاب يبطل موضوع بقى العادات الاجتماعية والفوارق الطبقية وده غاني وده فقير فرح ما جوز مين؟ زايد بن حارثة النبع على السلام ده بقى بتاعه يعني فقى بزايد أنه كان مولا من الموالي أو كان عبد من العبيد فنبع على السلام أعطاقه فبقى مولا من الموالي خلص هو حر لكنه مولا وخبالك فحاب يجوز بمين؟ من زينب بانتجحش مين زينب بانتجحش؟ بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم الحسيبة الوضيئة الجميلة الكراشية النسيبة التي أتمنها كل نسيب وحسيب ووضيء من أهل كريش فلما النبع على السلام حاب يجوزه له فزينب بانتجحش رفضت فالنبع على السلام لما هي رفضت نزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فقالت أترضاه لي زوجا يا رسول الله؟ قال أجل قالت إذن فقد رديت النفس بما رضيه لي رسول الله واتجوزها لمدة سنة وطلها فلما طلها هي التي أطاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل قول الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك فجاء الأمر بزواجها من فوق سبع سماوات سبحان الملك فكانت تتفاخر على الأزواج النبع سماوات تقول زوج كن أهالي كن أما أنا فلقد زوجني الله من فوق سبع سماوات نكمل موضوع سماوات بالزيد في الحلقة القادمة إن شاء الله وما زالت الهمة تعلوا وتعلوا حتى تصل إلى عنان السماء أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى سبحانه وتعالى